أعلنت وزارة المالية استكمال الإجراءات لاعتماد نظام المقاصة المالية في الوزارات والدوائر الحكومية لتسوية المطالبات المالية ما بين الجهات الحكومية من جهة والمواطنين والأفراد من جهة أخرى وعلى ضوء ذلك حق للمواطنين أو الشركات الذين عليهم التزامات مالية لأي من الدوائر الحكومية مهما كان نوعها التقدم بطلب خطي لدى الجهة الحكومية التي لها رصيد مستحق عليهم لتزديده من خلال المبالغ المستحقة لهم على أي من الدوائر الحكومية المختلفة وزارة المالية في تصريح صحفي أكدت شمول جميع الوزارات والوحدات الحكومية المشمولة بقانوني الموازنة للدولة بنظام المقاصة بهدف تحسين بيئة العمل وتحفيز النمو الاقتصادي وقررت الحكومة الأسبوع الماضي تزيد ما قيمته 120 مليون دينار لتسوية كافة المبالغ المستحقة للمواطنين والشركات المتعلقة برديات الضريبة والاستملاكات وجزء من المستحقات المترتبة على وزارة الصحة للمستشفيات ومستودعات الأدوية بدل المعالجات الطبية لغير المؤمنين صحيا ومشتريات الأدوية وصندوق الكلاء شكرا 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 شكرا